بشكل عام نحن عارفين ان انت من تموحاتك ان رواياتك او بعض منها يتعامل في افلام السينما ليه شايف الخطوة دي مهمة؟ السينما واصيط مهم جدا يعني ده فان يلخص الفنون كله طبعا ويوصل للناس كتير جدا لا انا مواجه بالسينما طول عمري مبهر بيها طول عمري مبهر بيها شايفها لغة بليغة اخرى ويمكن انا كتبت الستريبس لان انا شايف انه فان واصيط قصة للسينما حسيتناها بين السينما وما بين الاداب طب وليه دكتور رحمد خيال التوفيق شايف شايف ان تجربة الفيلم دي ممكن تضيف لك انت ايه؟ انا بس اكتب السيناريو يعني هو ان انا اساعد في كتاب السيناريو او اكتب السيناريو ان انا عندي كمية رؤى كبيرة طبعا رؤى في ذهني مترسبة من فترة طويلة بس ما اعتقدش مش معلها اكتب شاريا مش حاضرة ادخل دماغ حد يعمل او ما كنت لسه سألك هل شفت ان في روايات مثلا بتشوه لما تيجي تخوش السيناريو فشاك انت عايز انت لتالي سيناريو ده شيء غالبا بيحسن وغالبا اي روايه نكحة لما تتحول لفيلم سينمائي لازم تبوز يعني حتى على المستوى بره يعني يقولك مثلا كريستين مش عارف الروايات اللي هي الناجحة عند الناس يعني في ناس مش عجبها مثلا لايف او باي حيات باي ده شافوا الرواية الاصلية ومنصرين انها قفسدت في الفيلم يعني فهي ده شيء اكباري في الفيلم لكن الفكرة ان الممكن واحد تبقى اللمسة في السيناريو يقدر يدخل الرؤى الخاصة بيه عشان كده يعني في كتير او الكتاب يكملوا بالايه في سكة الاخراج السينمائي انا مش عامل كده بس انا قصدي ده ده مصر معتادي يعني بس يعني مثلا الله يرحمه الكاتب الكبير نجيب محفوظ كان بيقول ان انا خلصا خلصت الرواية يبقى ان يقضوا سياسة سبتة كده اه يقولك وهو يقولك كمان ان الناس بتشوف ما يكفي من الرواية يعني هم عارفوا اسأل احمد عبد الجواد وعارفوا كمال وعارفوا ياسين وخلاص العمق بقى اللي في الرواية ده اللي عايز الرواية موجودة انا برضو مش هتدخل كتير لو رواية ليه تحولت مش عبقى مش عبقى المؤرف بقى وقضية عشان يرفعوا اسمي من عليها مش كده لا لا بس اعتقد ان هو برضو غصبا عن اي كاتب ان الرواية بمفهومها ان هي فيها التفاصيل والايحاء ان هي بتاخد القارق بخياله بمخه في العالم معين ومهما كانت انت لما تيجي تحطها فيلم اكيد فيه تفاصيل كتيرة او لا ما فيش تفاصيل بيقدر يعمل العلم اللي في ذهنك وتقدر الرواية طبعا لا وتفاصيل كتيرة غصبا عنك حتى بس عشان حجم الورق ومدة الفيلم لازم هتروح من الفيلم حتى هوليوود نفس الكلام يعني في رواية ميزوري بتاعت ستيفن كينج دي انا كنت قاريها بالزبط انا هقولك ان مثلا خيالي عمل عشرين فيلم بعشرين بطل بعشرين شكل بعشرين مشهد وكله رائع اما شفت الفيلم بقى اللي هو بقيت محبط طب فين مش عارفي طب ما بسطلوش البصل اللي مفروض كذا طب فين الجو طبعا لا يبدأش اجباري بس المفاكرا المشاهد اللي مقراش الرواية استمت بس فهو انا انا قصد ان لو الوحد تدخل في السيناريو الى حد ما او كتب السيناريو او حاول يدخل فين ممكن يبقى تبقى وصيلة تعبير البليغة بس هل انت يعني عشنا بسطفيت فيها لان دايما تجربة الكاتب والسينما دي بتقى مهمة جدا يعني لانه بطبيعة حال نحنك تحديدا بقى كمصري يعني او كوطن عربي انك لما تيجي مسلا تسأل اي حد من الشباب السغيرة مثلا على بين الاصرين واصر الشوق حيحكي لك على الفيلم يعني مش هيحكي عن الرواية يعني صراع انا انا بعتقد ان هو صراع ان انت طب يعني هتخلد اعمالك لاجيال تشوفها بسهولة او تستوعبها بسهولة ولا تضحي بتفاصيل كتابتك علشان انت ككاتب لا اصلا اقول حيروح للكتاب حيروح للكتاب مهما حاصل يعني انت يعني شفت مثلا فيلم بقولك البؤساء مثلا او فيه ناس كتير يعني انا ابني اول مرة يقرأ القصة ارى شاف الفيلم شاف الفيلم وخلاص يعني بعرف جان فالجان والمفاتش ومعرف الجو والله لو عايز يراه حيراه يعني اللي بيحب الكتاب وحيدور على القصة الاصلية حيدور عليه مش مش مثلا لا خلاص انا شفت انا عرفت القصة لا العايز يقرأ هيقرأ بس المقابل ان الناس كتير جدا عارفوا الجو ده ناس كتير قوي عارفوا جو نجيب محفوظ ناس كتير جدا طبعا الان فتن حماما